اشتركوا في القناة والرحيم المشاهد الكريم أينما كنت نسوق إليك تحايا عاطلات وأمال النظرات وأمال غير عاطلات في حلقتنا اليوم من برنامجكم دافورينا سنقوم إن شاء الله بتحليل سريع جدا لمباراة الهلال وسنداونز أو سنداونز والهلال باعتبار أن المباراة خارج الأرض واللي حقيقة يعني شفنا فيها أشياء غريبة جدا وأشياء مبشرة أيضا في اعتقادي الشخصي ده اعتقاد شخصي من خلال رؤيتي لهذه المباراة أن الهلال ذبع في هذه المباراة ولم يكن يراد له أن يفوس في هذه المباراة بغض النظر عن أن الهلال ده كان حيلعب كويس ولا ما حيلعب كويس بعيدا عن كل ذلك لكن الحكم دخل اليوم عشان يغلب الهلال بأي شكل من الإشكال ده كانت مسألة واضحة جدا جدا والهلال لم يكن يستحق الخسارة ولا التعادل حتى بفتكر أن الهلال كان المفروض أن يفوز في هذه المباراة الهلال قدم رأيي شخصي أفضل مباراة منذ سنوات يلعب بفكر هجوم مباشر من قولة تيت من الدقيقة الأولى لغاية آخر دقيقة صحيح كانت في هنات في بعض أجزاء من المباراة صحيح الفريق المنافس فريق قوي وكبير وعنده تعريقه وعنده اسمه لكن الهلال لم يتهيب ذلك والحقيقة أنا كنت منتظر أشوف كيف سيتعامل المدرب موتا مع هذه المباراة أنا ما شفت أي تحضير يعني أي لا معسكر القاهرة كنت حاضر فيه ولا معسكر طبعا بريتوريا كنت حاضر فيه جنوب أفريقيا ولا حتى شفت الهلال في السودان بعد بين المعسكرين لكن كنت متابع بحرص شديد لتصريحات موتا ووصلت إلى قناعة أن هذا الرجل إذا صح ما قال فالهلال حيقدم مباراة كبيرة جدا وربما تكون مفاجئة للكل وهذه حقيقة ما حصل لماذا؟ أن كل الكلام بتاعه أولا كان إجابي لم يتحدث أي حديث سلبي لا على اللاعبين ولا على الإدارة ولا عن يعني الجمهور ولا عن أي حاجة بالعكس دفع بكل الحديث بإيجابية شديدة جدا الحديث نفسه كنت بفتكر أنه إذا هو استطاع أن ينقل بنفس هذا الحماس لللعبين فلعبوه الهلال حيدخلوا هذه المباراة بثقة كبيرة جدا جدا وبالضبط ده ما حدث برغم الهزيمة التي كانت بسبب التحكيم أولا قبل أن تكون بسبب الأخطاء وقبل أن تكون بسبب سنداونس نفسه هنجي لكل الكلام ده لكن المدرب موتا بفتكر أنه قدم فريغ جيد فريغ جيد جدا أفضل بكثير من حيث العناصر والأهم من حيث التفكير عن الفرق السابق الجرأة نفسه اللي لعباء الهلال طيلة المباراة الهلال يلعب بضغط عالي منذ بداية المباراة إلى نهايته ودي كانت تحصل لأول مرة الهلال يلعب بوسط مهاجم ليس فيه غير لاعب واحد نصف مدافع حتى وليس مدافع كامل اللي هو بوكبة لكن يلعب بوسط مهاجم في كل عناصره إذا اعتبرته بلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة أو بلعب بأربعة أربعة أثنين أو بلعب بأربعة خمسة واحد في كل الأحوال العنصر المتغلب على هذه المسألة عنصر هجومي وبالتالي تغير الفكر عشان كده شكل الأداء وجمالته كانت أفضل من غيره وده مسألة مهمة جدا يعني أنا رغم الحزن الخسارة لكن أفتكر أنه الهلال لعب مباراة رائع جدا جدا لم يكن يستحق حتى التعادل كان يستحق أن يفوز في هذه المباراة بدون أي شكك وبدون أي شيء الهلال أحق في الفوز بهذه المباراة وبنقاط ونقاط يعني سحبت من الهلال بفعلي فاعل القون اللي جدا ما فيه أي حاجة الحارس المرمى استضم بالمدافع بتاعه فلتت منه الكورة اتلعبت باس اتلعبت قون أوتار لم يكن متسللا لأنه كان في واحد معاو وكان في واحد في القون والكورة قون مية في المية ما في أي كلام وكانت يعني الحكم أراد لها غير ذلك وأراد لهذا الفريق سنرى في أفريقيا كثير وليس قصة أنا أنا لا منزع على الإطلاق من الحقيقة المهمة جدا جدا أنه الهلال صبر على اللعبين بمعنى المدرب صبر على اللعبين كان عندهم خطة معينة كان عندهم تفكير معين كان عندهم هدف معين يحققوه قدروا يحجموا فريق سنداون طيلة المباراة طيب نجل الهدف اللي حصل الهدف طبعا الحاجة القريبة اللي ممكن تقول إنه والله بوغبا لعب الكورة خطأ جاءت للاعب معهم صدفة أحرز منا هدف ده شكلها كده لكن الكورة تسبب فيها أبو عشرين قبل ما يتسبب فيها بوغبا الكورة في يد أبو عشرين في يده لعب الكورة لصلاة عادل بقوة شديدة جدا طلعت آود الآود ده تلعب جاء منه الهدف الناس الهلال حاولوا يقلعوها لعب هنا باس خطأ لأوتارا بوغبا باس خطأ لأوتارا جاءت عند اللاعب أووتارا لاعب بطيء جدا ما ممكن تلعب لكورة في الوقت ده لكن ما ليش هو نفسه كان مزنوب لكن الخطأ الأول كان خطأ أبو عشرين الكورة دي إذا تصرف بها صحيح ما كان جاء فيها هدف ما كان جاء هدف أصلا الكورة نفسها ما كانت توجد في هذه المنطقة كورة في يد أبو عشرين مفروض يلعب بيده حتى ما بيرجله وبالتالي توجيه كان ساهل جدا وكان يمكن جدا لهذا الهدف اللا يفوز طيب ده من الناحية بتاعة الهدف اللي حصر طيب المشكلة بتاعة فريغ الهلال الآن يحتاج لتجانس ويحتاج إلى مباريات رسمية المباراة مشكلة الهلال إنه دي أول مباراة رسمية منذ أربع شهور من أكتوبر الفات حتى لعبين ما كانوا لعبين في الفريغ القومي يعني لكن اللياغة البدنية جيدة لا أستطيع أن أقول 100% لكن 80% كان في إشكالية في آخر ربع ساعة إنه جرار البنزين بتاعه خف شوية أيضا كثرت الأخطاء على الفاولات اللي قدام خط 18 ده شي طبيعي جدا إنه يحصل خاصة مع إنه الفريغ مغلوب ودائر يمشي لقدام عشان يحرس هدف طيب الهلال لعب بالتشكيل الحقيقة لعب 4 3 1 3 ده طريقة اللعب به الهلال كل الفريق لعب بأداء جيد يعني برغم إني ما كنت مطمئن لأبو عشرين في الشوطة الأول خاصة بعد إحراز الهدف لأنه رأيي الشخصي السببب الأول في هذه المسألة أبو عشرين لكن في الشوطة الثانية لعب بشكل جيد وكان يقض جدا وكان جيد واستطاع الهلال بشكل عام الطريقة اللعبات تمنع مش سنداون سنداون ده لو لعب لغاية بعد بكرة ما كان بيجيب ما بيجيب الكورة باستثناء القون الجب الطريقة اللي احنا شفنا دي ما كان بيجيب أصلا وأفتكر إنها استراتيجية جيدة جدا ومن زمان إحنا قلنا من 2015 مشكلة الهلال في وسط الملعب إذا لم تصحح وضع وسط المدعب بيجاد لعيبة كويرة ما بتنجح الآن لديك لعبين في منتهى الامتياز بالإضافة لبوكبة التلاثة لعبين كويرة ويستطيعوا أن يتبادلوا الكورة بشكل جيد وعبدول عشرة على عشرة ما في أي كلام فيه جرارد عشرة على عشرة ما فيه وحتى براهيم الذي لم يعجب سوار الدهب أنا بفتكر أنه موجود كل المشكلة هو التجانس باستمرار اللعب سيتم التجانس وسيتم الدفع بلاعبين بشكل أفضل والهلال سيكون في أفضل حالاته بإذن الله شوية شوية لقدامه خطوة خطوة المسألة ستمشي الهلال عنده مباراة ومجمعة جاية أفتكر أنها مباراة جيدة جدا مع الأهل القاهري يستطيع الهلال فيها أن يبزي المجهود رائع ويستطيع أن يفوز بها بعدين سنجي نتكلم بشكل مختلف طبعا المريخ لم يلعب اليوم ولا حيلعب بكرة لأنه تعجلت مباراته مع الأهل القاهري إلى يوم خمسة ثلاثة وإن شاء الله سنقدم تحليل كيف يلعب الأهل القاهري بعد مباراة بكرة الأهل القاهري سنقدم تحليل عن كيف يلعب وكيف متوقع يلعب فيستفيدوا منه الهلال والمريخ بإذن الله في مباراياتهم القادمة المباراة جاء مهمة جدا للهلال الأهل سيجي بدافع أنه لازم يفوز سيكون قر المباراة سنداون وحيعرف أنهم سيجدوا هلال مختلف عن هلال السنوات الأخرى سهلال يلعب كورة جميلة جدا أنا أفتكري أنه الهلال كان أفضل في أغلب فترات المباراة من سنداون كان أفضل في أغلب فترات المباراة والهلال كان الأكثر هجوما وكان الهلال دي جاته 14 ضربة ركنية هنا نجيب شوية أنه كل الضربات الركنية تقريبا نفذ جرار لكن ما فهمت بالضبط أيها المطلوب منها يعني صحيح في واحدة منهم جاد قون وما حسب لكن أنا ما قدرت أفهم شنو المطلوب يعني أي فلسفة استراتيجية يعني ما قصت أنه أنت تجيب كورة وتلعب بس ساي شنو الاستراتيجية من هل في تنوع لما تجيب 14 وحدي أنت بتلعب بطريقة وحدي وبيلعب شخص واحد في أغلب الأحيان المسألة دي عايزة شوية معالجة إن شاء الله وبيذن الله هنقدر بفتكر أنه الهلال حيعالج هذه المسألة بشكل أو بآخر الهجوم بفتكر أنه جيد جدا عيد مقدم لعب مبارا جميلة جدا لكن تأخر نزول ياسر ياسر بفتكر ما بيبعد برا أنت محتاج تلعبه في الوقت المناسب إذا أنت هتلعب ياسر أو عيد مقدم كل واحد هيلعب بديل للتاني لازم يدخل في الدقيقة 65 الدقيقة 60 أي من نوم يعني لو دار تغيره لو كانت فيه إمكانية لكن أنا بفتكر أنه الهلال قدم مبارا جيدة جدا وكذا لكن لدي تعقيب الحقيقة على سوار الدهب يعني سوار الدهب لم يتطور إطلاقا في مباريات مع الفرغ السوداني على الإطلاق ما في تطور يعني نفس الكلمات نفس العبارات نفس كذا وأنه ما شايف المباراة أنا مفتكر أنه كان خصما على الهلال في هذه المباراة وخصما على المشاهدين يعني إذا أنت هتستمر في كل مباراة يلعب فريق سوداني بهذه الطريقة في اجترار نفس الكلمات ونفس الأحداث التي تقولها تكره الناس في الكورة وتكره الناس في أنه تابعك وتكفي للصوت ما دائرة تسمعك يعني ما معقول أصلا يعني إذا ما عندك معلومات جديدة أو ما دائرة تقول كلام جديد أو ما دائرة تنتبه للمباراة أو ما دائرة ما قادر تحلل الحاصل في الأرض ياخي سيب مباراة السوداني سوداني أنت ونحترمك جدا لكن سيب سيب في غيرك خليهم يقول الهناية يعني أنت الدوك الكورة دينا أنه مش عشان السودان بس أنه لوصلوا الهلال بس كان الدوك كورت الأهلي لكن الدوك لأنه ما في فريق عربي الهلال لاعب مع فريق أفريغي صرف وبالتالي الدوك لا فإذا كل مرة ستجد نفس الكلام المحبضة في ظل الظروف التي عايش فيها في السودان لا محتاج إليك يا ابني يعني أنت في عداد أبنائي وأنا ما دائر أتكلم عنك بهذه الطريقة السالبة لكن أنت أجبرتنا في كل مباراة يدخل السودان أنك تتحدث بنفس الطريقة بنفس العناوين نفس الكلام ومياه في جديد فيا أخي أرحمنا شوية يعني إحنا عندنا ضغط سكري وكذا وأي حاجة في السودان نمي نشوف سمعها إذا أنت ما قادر تشوف يا أخي أعتذر عن مباراة السودان أي مباراة المنتخب أي مباراة للمريخ للهلال تعتذر عنهم يعني عشان في ناس عندها سكري وضغط عندها أفتاح ما دار يعني والحياة ذات مكرهاها والدنيا ذات ما ما شكويز فإنت ما تبقى يعني أنت والزمن والبرهان علينا يعني مبروك للهلال هذا الأداء الرائع حظ أوفر في المرات القادمة مرة ثانية أكرر أنه الهلال ذبح في هذه المباراة كان يمكن للنتيجة أن تكون غير ذلك والحكم ما كان يعني منصف ولم يكن حكما يعني يمكن الاعتماد عليه ويحادي على الكورة الأفريقية ستلاقي حاجات زي دي طوالي يعني دائما ستلاقي مثلا هذه الأمور يعني ده سند وده حق الرئيس بتاع الاتحاد الأفريغي ولازم يجيب له حكم عشان يطلع غالب في هذه المباراة يعني أصبحنا يعني لا نتحدث بغير ذلك يعني إن شاء الله يعني الهلال سيكون أفضل في المرات القادمة المدرب قدم نفسه بشكل جيد جدا كان صاح المبارك كله ومتابع ومركز وكذا بفتكر إنه الهلال كسب مدرب لسه ده ليس حكم نهاي على هذا المدرب ولا حتى حكم مبدئي ولكن بفتكر بفتكر بشكل بشكل طيب جدا جدا وأنا تابعت كل الكلام بتاعه بتكلم بشكل إيجابي بتكلم بيدفع اللعبين لتنفيذ أفكاره بشكل طيب بنقول للعبين بشكل جيد جدا أتمنى اللي والنجاح والاستقرار تحياتي وإلى لقاء وبالتوفيق لفريقي القمة في هذه المجموعات بفتكر إنه بالشكل على أقل تقدير يمكن أن يكون لدينا إحدى البطاقتين التي ستوصل أحد العملاقين إلى المرحلة القادمة إن شاء الله في دورة ثمانية تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله شكرا